بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معاشر الأحبة من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامج رياض الأنس من كلام سيد الإنس صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة سنتحدث من خلال في حديث أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم استقم هذا الرجل استوصى النبي صلى الله عليه وسلم أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وصية جامعة مانعة جامعة لكل خير مانعة من كل شر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام أي في شريعة هذا الدين قولا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه أحدا بعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام من الكلمات التي تدل على أنه أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب فيختصر الكلام اختصارا إذا أردت أن تستنتج منه وتستفيد منه فوائد جمة عظيمة تجد فيه ذلك قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقي أمره بشيئين لكنهما أمران جليلان عظيمان الإيمان والاستقامة الإيمان بالله والاستقامة عليه أول ما يطالعنا في هذا الحديث حرص الصحابة على الخير حرص الصحابة على الفهم حرص الصحابة على الاستيصاء وطلب الوصية من الحبيب صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على أن ينالوا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمات يستفيدون منها وتنفعهم في الدنيا والآخرة حرص الصحابة على طلب العلم فأيهم حضر أو جالس النبي صلى الله عليه وسلم سواء جاء من قريب أو من بعيد فإنه يحرص مدة مكوثه وحضوره مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفيد منه أكثر ما يمكن فهاء أنتم ترون هذا الرجل ومن كمال عقله وفطنته ورجاحة فكره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما ينتفع به ولا يحتاج إلى أن يسأل عنه أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن هذا الحديث كما ذكرت ينبني على كلمتين جمع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين كله أن تؤمن بالله وتستقيم على دينه والفائدة الأخرى أو الثانية من هذا الحديث أن الإيمان لا يكمل بالقول فقط فالإيمان قول وعمل فدل هذا الحديث أن الإيمان لا يكفي فيه القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل قل آمنت بالله وكفى وإنما قال له قل آمنت بالله ثم استقيم فلا يكمل هذا الإيمان إلا بالاستقامة إلا بالأعمال وهذا هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل قول باللساب واعتقاد بالجنان وعمل بالأركاب أي عمل بالجوارح وهذا يدلنا على قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون إن الذين آمنوا إن الذين قالوا قالوا ربنا الله نطقوا بها بألسنتهم قالوا هذه الكلمة ربنا الله أي معبودنا هو الله سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله فلا معبود إلا الله ولا رب غير الله سبحانه وتعالى فأقروا بألسنتهم أن المعبود بحق هو الله وحده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بعد أن قالوها بألسنتهم ونطقوها بأفواههم طبقوها بجوارحهم استقاموا عليها استقاموا على هذه الكلمة ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وذكر المفسرون أن هذا عند خروج أرواحهم تتنزل عليهم ملائكة الرحمة تبشرهم بماذا تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا لأن الإنسان في هذا المقام في هذا الموطن عندما يغادر هذه الدنيا يكون بين أمرين أو يكون بين همين هم على ما مضى وهم على ما سيأتي هم على ما مضى فإنه يحزن على ما ترك خلفه من زوجته وأولاده وأمواله وخوف وهم مما سيأتي وهو الخوف من المستقبل لأنه لا يدري هل سيصير إلى جنة أبدا أم إلى نار أبدا نسأل الله السلامة والعافية فتأتيه الملائكة في هذه الحال لينثلج صدره ويزاح عنه هذا الهم الأول والآخر ألا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون إذن هذا الحديث حديث أبي عمر أو أبي عمر موافق لهذه الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله هذا الرجل ذكر له هذه الوصية المتضمنة لهاتين الكلمتين قل آمنت بالله ثم استقم إذن أولا أن تقولها كلمة لا إله إلا الله تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك وتطبقها بجوارحك ومعنى الاستقامة يعني أن تكون على سبيل قويم وعلى طريق مستقيمة والاستقامة كما ذكر بعض العلماء ثلاثة أقسار استقامة في العقيدة استقامة في العبادة واستقامة في المعاملات والأخلاق استقامة في العقيدة تكون بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له استقامة في العقيدة بعدم الشرك بالله لا تشرك بالله صمما ولا حجرا ولا قبرا ولا شجرا ولا أي مخلوق من المخلوقات أن تؤمن بالله عز وجل في ألوهيته وتؤمن بالله عز وجل في ربوبيته وتؤمن بالله عز وجل في أسمائه وصفاته استقامة في العقيدة تعتقد أن المعبود بحق هو الله عز وجل وتفرد له العبادة وتخلص له العبادة استقامة في العقيدة لا تشرك بالله لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر لا تشرك بالله بأن تعبد غير الله أو تصرف شيئا من عبادتك لغير الله عز وجل ولا أي أنواع الشرك كالحلف بغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك استقامة في العقيدة ثم استقامة في العبادة كيف تكون مستقيما في عبادتك مستقيم في صلاتك مستقيم في زكاتك مستقيم في صيامك مستقيم في حجك مستقيم في جميع العبادات التي تربطك بالله سبحانه وتعالى كيف تكون مستقيما فإن الله عز وجل حينما ذكر الصلاة ذكرها مع الاستقامة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيمين الصلاة وأقم الصلاة فلا بد أن تكون الصلاة مقامة باستقامة فلا عوجاج في صلاتك لأن الصلاة التي تكون بهذا الشكل مستقيمة فإنها تؤثر فيك وفي سلوكك أما إذا كانت كان فيها عوجاج أو كان فيها خللا إما في شروطها أو في أركانها أو في أدائها أو في واجباتها فإنها لا تؤثر في هذا الإنسان فلا بد من الاستقامة في الصلاة والاستقامة في الزكاة وهي إخراج قدر مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لأشخاص مخصوصين هكذا تكون الاستقامة في الزكاة أما إذا كان القدر المخصوص غير كامل أو كان المال المخصوص أخرجتها من بعض الأموال ولم تخرجها من بعض الأموال أو كان يعني الوقت المخصوص أخرجتها يعني في غير وقتها أو أخرتها عن وقتها بغير عذر أو أعطيتها لأشخاص غير مخصوصين غير الأصناف الثمانية فإن هذه الزكاة لا يكون فيها استقامة كذلك صيامك ينبغي أن يكون فيه استقامة ليس فقط الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس هذا فقط هو الصيام وإنما أن تستقيم في صيامك بأن تصوم بيديك عن اللمس الحرام وأخذ الحرام أن تصوم برجليك عن الذهاب إلى الأماكن التي حرم الله أن تصوم بعينيك عن النظر إلى ما حرم الله أن تصوم بأذنيك عن سماع ما حرم الله أن تصوم بلسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وكل ما حرم الله عز وجل من الأقوال بهذا يكون عندك استقامة في الصيام واستقامة في الحج كذلك أن تقوم به كما أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم فاستقامة في العقيدة تؤدي إلى الاستقامة في العبادة وإذا استقمت في العبادة النتيجة الاستقامة في المعاملات والأخلاق فأزمتنا اليوم معاشر المسلمين هي أزمة أخلاق أزمة أخلاق قد تجد الرجل أو المرأة يصليان الصلوات الخمس في أوقاتها لكن عندما تنتهي الصلاة ليس هناك أثر لهذه الصلاة ليس هناك أثر لاستقامة أخلاقهم من خلال استقامة صلاتهم فإذا لم تستقم في صلاتك فلن تستقم في أخلاقك لأنها معادلة قال فيها الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة بسروطها وأركانها وواجباتها استقم في صلاتك النتيجة تنهىك عن الفحشاء والمنكر تستقيم في سلوكك تستقيم في معاملاتك تستقيم في أخلاقك فلابد من الاستقامة في المعاملات والأخلاق فإذا وجدت خللا في معاملاتك أو وجدت خللا في سلوكك سواء في بيتك مع زوجتك مع أولادك أو في عملك مع أصدقائك مع زبنائك مع زملائك ومن يرافقك فاعلم أن هناك خللا في عبادتك إذن هذه معادلة قل آمنت بالله تقولها بلسانك ثم استقم في عقيدتك لتستقيم في عباداتك لتستقيم في معاملاتك وأخلاقك فهذه الاستقامة في المعاملات والأخلاق تعكس تعكس مدى استقامتك في عبادتك وهذه الاستقامة في عبادتك تعكس مدى استقامتك في عقيدتك إذن الأصل هو العقيدة إذا كانت العقيدة غير صحيحة غير سليمة إذا كانت العقيدة غير سليمة وغير صحيحة فيظهر ذلك في العبادة ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل أن يبنوا لأممهم جانب العبادات ركزوا على العقيدة أولا فما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلى قومه إلا دعاهم أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله تأمل في القرآن الكريم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا بماذا بدأ هود وبماذا بدأ صالح وبماذا بدأ قبلهم نوح عليه السلام بدأوا بالتوحيد يا قومي أعبدوا الله أعبدوا الله ما علمت لكم من إله غيره إذن تحقيق التوحيد أولا وتحقيق العقيدة أولا وبعد ذلك تأتي العبادات تأتي الصلوات وثم بعد ذلك تأتي المعاملات والأخلاق إذن هذه الاستقامة لا بد أن نحرص عليها ولما كانت الاستقامة جليلة وعظيمة فإن العبد يدعو الله تعالى أن يجعله مستقيما في سائر صلواته بل في سائر ركعاته أنت تدعو الله تعالى في كل ركعة إهدنا الصراط المستقيم يعني تسأل الله تعالى أن يوفقك ويهديك وأن يثبتك على الاستقامة على هذا الطريق وأن لا تعوج عن هذا الطريق لأن الاستقامة على هذا الطريق تؤدي بك إلى دخول جنات الرحمن جنات النعيم فإذا أردت أن تكون مستقيما فعليك أن تعمل بأسباب الاستقامة بأسباب الاستقامة احرص على هذه الثلاثة احرص على عقيدتك أن تكون سليمة واحرص على كل عبادة من عباداتك أن تكون مستقيمة واحرص على أخلاقك أن تكون مستقيمة وإذا أردت أن تكون عبادتك مستقيمة فاسأل أهل الذكر قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون غالب الناس لا يسألون حتى يقعوا في أخطاء أو يقعوا في عوجاج في عباداتهم في سلوكاتهم في معاملاتهم لماذا؟ لأنهم لا يسألون أهل الذكر ولا يسألون أهل العلم فتجده عنده عوجاجا في وضوئه عوجاجا في قراءته للفاتحة عوجاجا في صلاته عوجاجا في معاملاته عوجاجا في سلوكه لأنه لا يسأل فمن أراد الاستقامة عليه بالعلم والتعلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما أحوجنا إلى هذه الاستقامة لأن ثمراتها طيبة وهي هذا الفضل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية الجليلة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الثمرة النتيجة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تبشرهم الملائكة عند مغادرة هذه الدنيا بالفوز بجنات الرحمن جنات عدن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان بالله والاستقامة في العبادة والعقيدة والمعاملات والأخلاق آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر